مصرية لوقف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة الإسرائيل من خلال محاولات مجتمرة لرئيس السيسي في المحافلة الدولية كافة لوقف تلك الخطوة قمة مصرية فلسطينية جمعت رئيس عبد الفتاح السيسي ونظره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لمناقشة تداعية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل المباحثات بين الجانبين شملت عقد جلسة متولة ضمت وفدي البلدين حيث تم استعرض آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية الرئيس السيسي أكد على موقف مصر أثابت من القضية ودعمها للحقوق المشروعة للفلسطينيين بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية رئيس أبو مازن استعرض مع نظري المصري القرار الأمريكي معتبراً أن القرار كان مفاجئاً ومخالفاً للقرارات الدولية مشيراً إلى أن دولة الفلسطينية مستعدة للوصول إلى حل الدولتين وأن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين وفق حدد الرابع من يونيو عام 67 مباحثات القمة تطرقت إلى آليات مواجهة القرار الأمريكي على مختلف الأصعيدة سواء داخل الجماعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي مع الحفاظ على المصالحة الفلسطينية بالإضافة إلى استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين مستقبلاً جهود كبيرة تبذلها مصر في المحافل الدولية وعلى الصعيد الشعبي لإثناء صانع القرار الأمريكي عن نقل السفارة بالإضافة إلى حماية الحقوق الفلسطينية وتأكيد على أهمية القدس في المرجعيات الثقافية والدينية للعالم العربي